موسيقى للتعليق على حركة الأسواق العالمية نرحب بضيفنا من دبي رئيس قسم الأبحاث في اكوتي جروب رائد خضر أهلا بك معنا سيد رائد لنبدأ وإياكم مما هو منتظر من صناع السياسات النقدية الذين يجتمعون في جاكسون هول هل سنرى تغييرات بالمواقف أم سنبقى ضمن النطاق المحدد سابقا من الاحتياط الفدرالي بالتأكيد جاكسون هول ومنتدى سياسات النقدية لبنوك المركزية العظمى حول العالم سوف يكون له تأثير كبير طبعا أهم ما نتطلع إليه هو مدى تضييق الفجوة بين السياسات النقدية طبعا الاقتصاد الأمريكي ما ننتظره على لسان جانيت ييلن هل أداء الاقتصاد الأمريكي إيجابي بشكل كافي للاستمرار بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر وهل لا تزال هناك الاحتمالية لرفع ثالث في أسعار الفائدة هذا العام هذه هي التلميحات التي ننتظر أن نسمعها على جانيت ييلن على شكل تطمينات ونظرة إيجابية للاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي وخصوصا مع مشكلة التضخم في الوقت نفسه أيضا من المركز الأوروبي نتطلع إلى إمكانية أن نحصل على أي تلميحات ممكنة حول رضا الصناع السياسة النقدية في المركز الأوروبي حول مستويات التضخم والتحسن الذي يتم تحقيقه إضافة إلى ذلك هل هذه الفجوة بدأت تضييق تدريجيا بالشكل الكافي وبالتالي المركز الأوروبي سوف يتجع إلى التابيرينج أو تقليص برنامج تيسير النقد وبالتالي هذا يعتبر في ضمنه تشديد للسياسة النقدية هذا يجب أن يترجم على نمو وتفاؤل بنمو في الاقتصاد العالمي في الفترة القادمة وبالتالي ضرورة تشديد السياسة النقدية حتى يتم احتواء معدلات النمو في الفترة القادمة لماذا ذهب لم يرتفع بالقدر المطلوب يعني عادة بهالظروف مع كل التوترات الموجودة وحالة ضبابية كان يمكن للمعد النفيس أن يحقق مستويات أعلى بالتالي هو عند مستوى مقاومة حارج نسبيا لماذا؟ بالتأكيد تماما الذهب تمكن من ملامس مستويات 1300 دولار للأنصة وكان هناك صعوبة كبيرة في تجاوز هذه المستويات رجع رسم قمة أدنى من ذلك عند 92 والآن هو عند مستويات 87 إجمالا استقرار وفوق مستويات 1280 دولار للأنصة لا يزال يعطي هذا النحو الإيجابي أو النظر الإيجابي لإمكانية الارتفاع في أسعار الذهب طبعا تراجعات الذهب في الفترة الحالية بسبب وجود الفرصة البديلة في بعض الاستثمارات لا يزال يوجد هناك هذه الرغبة بالمخاطرة بعض الشيء مع وجود ارتفاعات في أسواق الأسهم يعني التصحيحات ليست بالتصحيحات العميقة بشكل كبير في أسواق الأسهم حتى يتجه المستثمرون إجمالا إلى الذهب وإلى الملاذات الأمنة كليل الياباني بالتالي نرى في الوقت الحالي حتى الآن الذهب يصحح بالاتجاه الهابط ولكن لا يزال هناك إمكانية العودة للاتجاه الصاعد مع وجود التوتر الجيوسياسي توترات كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية أي إضافة في هذه الأجواء سوف بلا شك تعيد جاذبية المعدن الثمين ومع أي اختراق لـ 1300 دولار للأنصة سقد نشهد ارتفاعات حادة بشكل أكبر 10.15 دولار على الأنصة لدينا أيضا سيطرة لمخاوف من فشل الأجندات الاقتصادية لرئيس الأمريكي دونالد ترامب والانقسام الموجود داخل كونغرس أيضا يعزز هذه النزعة بالتالي إلى أي حد هذا ينعكس على المؤشرات في ووستريت وعلى سائر أسواق العالم التي تشهد ربما بعض التصحيح أيضا تماما هذا التصحيح الذي نشهده حقيقة مع تزايد عدم اليقين وعدم الوضوح بشأن السياسة أو إدارة دونالد ترامب في الوقت الحالي كل المايل ستونز التي تم وضعهم والوعود التي كان قد وضعت في الحملة الانتخابية لا تزال موضع تساؤل وموضع تشكيك ولا يتم الاتفاق عليها أو تمريرها بشكل مطلوب من خلال الكونغرس ولعل آخر هذه الأحداث هو الحديث عن الجدار بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك طبعا هذا يعطي نوع من النظرة الشاؤمية بعض الشيء من قبل المستثمر قد لا ينخرط بمخاطرة أكبر ولذلك شاهدنا بعض التصحيحات على أسواق الأمريكية شكرا سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكوتي جروب اشتركوا في القناة